اربعة عشر الف شخص مهددة اراضيهم ودورهم داخل قضاء سنجار نتيجة عدم تمالكها من قبل الحكومات المتعاقبة ما دفع لتدخل الامم المتحدة للتحرك من اجل رسم خارطة لحقوق الايزيديين خصوصا في اراضيهم واملاكهم ووضع حلول جذرية للذين لا يزالوا قابعين في مخيمات النزوح يعني الامم المتحدة لا تستطيع ان تعمل في ظل هيمنة سياسية هي فقط تستطيع ان تؤشر حالات معينة تنقلها الامم المتحدة وكلنا نعلم لأن الامم المتحدة جهة رسمية دولية لا تستطيع فقط الا ان تعطي توصيات او تعطي بيانات الى الامم المتحدة هذا هو عملها تأخر اتفاقية تطبيع الاوضاع بين حكومتي اربيل وبغداد في سنجار دفع بممثلهم لتدخل اممي للوصول الى حلول تقضي بطرد المسلحين من المنطقة وتفعيل الاتفاقية التي ابرمت عام 2020 وزع مزري من ناحية الامنية ومن ناحية القدمية ومن ناحية التعايش السلمي والعودة النازحين وخارطة طريق لحل هذه المشاكل وتطبيق اتفاقية السنجار بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم كردوسان بحضور اممي ونطالب التدويل هذه الاتفاقية ورغم الملفات الشائكة المعلقة تبقى مدينة سنجار تحت صراع على ادارتها محليا وتحاصرها التهديدات اقليميا البلدة التي تشهد توترات امنية بين سلاح الدولة والسلاح الخارج عن سلطتها بين اوينة واخرى صراع يثبت ان بسط نفوذ القانون ما يزال عصيا في هذه المنطقة اصبحت مدينة سنجار هي قضية العصر عصية على كافة الحكومات التي مرت على حكم العراق بحيث وصل الامر الى تدخل الامم المتحدة لحل قضية سنجار للأسف الشديد نحن نتساءل اين دور الحكومة لماذا هذا التدخل الخارجي في سنجار ومناطق سنجار وعودة الاخوة الازيديين الى مناطقهم ويتطلع سكان سنجار بايزيديهم وعربهم وكردهم لاستتباب الاوضاع في القضاء وابعادها عن الصراعات الداخلية والخارجية ليتسنى للنازحين العودة لها من جديد عمر أزيدي واني نيوز الموصل